ينضم إلينا من بغداد مراسلنا محمد فراس محمد وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد عباس عراقجي والتقى أيضا نظيره فؤاد حسين ما هي آخر الأخبار والتفصيلات لديك حول هذه الزيارة؟ تفضل نعم زيارة مهمة للوزير الخارجي الإيراني إلى بغداد سيما أن هذه الزيارة تحمل في طياتها عنوين التهدئة وإيقاف الحرب التي ربما أخذت تتوسع في الفترة الأخيرة مهمة لتحييد وتقييد نطاق الصراع المسلح في الشرق الأوسط سيما أن هذا الصراع وصل إلى مراحل متقدمة كانت الاستهدافات واضحة في الفترة الماضية إسرائيل هددت إيران بضربة ردا لما تسببت به إيران أيضا من هجم صاروخية إيران أيضا تواعدت في حال لو كان هناك ردا إسرائيليا سيكون هناك ردا إيرانيا بالتالي هذه التوسع أو هذا التوسع الذي حدث في نطاق الحرب والتهديد في دخول ربما حرب مفتوحة أو شاملة لا يبتغيها أي من الدول في المنطقة سيما العراق الذي كان وما زال محورا مهما أو محاولا بشكل مكثف دبلوماسيا ليتهدي وإيقاف الحرب اليوم الزيارة زيارة عباس عرقجي إلى بغداد ولقاءه بنظيره العراقي وكذلك بعدها زيارات لوزير لرئيس الجمهورية ومن ثم رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني لها من الأهمية ما يستدعي أن تكون محورا ومفصلا مهمة لتغيير استراتيجات وتغيير الموجة التي أخذت لربما تتصاعد في الآوينة الأخيرة سيما نحن نتحدث عن العراق الذي فيه فصائل موالية لإيران وهي متضامنة مع الهجمات الإيرانية وأيضا مساندة للهجمات الإيرانية التي لربما في هذه الزيارة ستكون هناك كبح لجماحها وستكون هناك تحيد لتحركاتها الحكومة العراقية تحدثت من إيرانا على أنها هي الوحيدة التي ترشح وهي الوحيدة التي تتحدث عن توجه العراق إن كان توجها تضامنيا عسكريا دبلوماسيا وأكدت على أنه دبلوماسيا بحثا والتحركات العسكرية التي تحدث خارج نطاق أوامر القادة عن القوانات المسلحة تحرج العراق كثيرا وكانت تحركات حكومية جادة وأمنية جادة لإيقاف هذه التحركات سيما أن العراق كما تحدث محورا مهما ومفصليا وذو تأثير جيوسياسي على المنطقة بالتالي أهميته تكمل في التهديئة وأهميته تكمل في تخفيض حدة الصراع توجه إيران توجها مقصودا سيما أنه حدد بلقاء محدود وبساعات محدودة هذه الساعات ستكون متضمنة وفي طياتها رسائل مهمة في ضرورة أو في سعي إيران أيضا لتهديئة وعدم توسعة النطاق الحرب في المنطقة الجميع يعلم خطورة الحرب إن توسعت وتأثيراتها على الشرق الأوسط وتأثيراتها على العراق تحديدا وإن أثرت على العراق وإن كان هناك خلل في النظام الأمني العراقي والاستدافات العراق هو خطر على المنطقة بشكل عام وعلى الخليج بشكل خاص أيضا سيما أن جميع الدول المحيطة بالعراق تتأثير تأثيرا مباشرا بأي تأثير تتأثير به الدولة العراقية الجميع يسعى إلى تخفيض حدة التوتر والخروج من دوامة الصراع المسلح الذي لربما أخذ يتساعد هل هذه من ضمن الرسائل محمد يعني عدم اتساع رقعة الصراع اليوم جميع الدول تطالب بهذا الأمر ولكن هل هناك أي مؤشرات أو أخبار تشير اليوم إلى أن من بين ربما الملفات التي سيتم نقاشها اليوم أو التأكيد عليها لو ربما خلال هذه الزيارة السريعة كما وصفت إلى إبعاد العراق أن يكون جزءا من ساحة الصراع عدم جرء العراق اليوم من خلال ما يسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق التي تستهدف بعض من الأهداف الإسرائيلية هنا أو هناك من أن يكون ساحة أو ينجر بشكل أكبر إلى هذا الصراع وبالتالي ينعكس بشكل مباشر على العراق وما يحدث من تطورات في المنطقة حقيقة أن السياسة الدبلوماسية للعراق والمتبعة منذ 7 أكتوبر في العام الماضي وإلى هذه الساعة هي سياسة مبنية على أساسات قانونية ودستورية متجهة نحو التهدئة منذ ذلك الوقت وإلى هذا الحين بالتالي العراق دولة تستقطف جميع الدول التي تسعى للتهدئة وعدم توسيع نطاق الحرب وعدم توسيع رقعة الحرب في الشرق الأوسط العراق ذو أهمية كبيرة جدا في التباحث والتشاور مع جميع الدول المؤثرة حتى الدول الأوروبية تستمع إلى العراق وتوجهاتها في هذا الصدد وفي هذا التوجه خصوصا توجهات وسيناريوات التهدئة بالتالي أهمية عراق هي أهمية تهدئة وتخفيض حدة التوتر أما ما يخص الهجمات أيضا الأخرى التي تحدث خارج إرشادات الحكومة العراقية وخارج أوامر القادة عن قوات مسلاحة حدثت عنها الحكومة العراقية كثيرا وإشارت إلى أنها الوحيدة من توضح سياسة العراق فيما مضى من الوقت وفيما هو قادم من الوقت وأن السياسة العراقية كانت واضحة سيما فيما يخص التهدئة وعدم جر العراق تحديدا إلى ميدان الصراع وإلى ميدان النزاع المسلح العراق اليوم يتعظى طيب محمد يعني حسب ما هو معلن في جدول هذه الزيارة حسب ما هو معلن لغاية هذه اللحظات في جدول الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإيراني سوف يلتقي بنظري فهد حسين ثم يلتقي برئيس الجمهورية أيضا برئيس الوزراء محمد الشيع السوداني هل هناك إلا ربما مؤشرات بلقاءات مع بعض زعماء الفصائل زعماء الأحزاب في العراق لكبح أو السيطرة على هذه الفصائل الموجودة في العراق لمنع اتساع رقعة الصراع كما تتحدث إيران وتنادي في هذه الجولة المكوكية التي وصفت دبلوماسيا في المنطقة ولم تنتهي بعد يعني هناك زيارة إلى مصقط ثم إلى مصر وأيضا لربما يكون هناك بعض الزيارات الأخرى إن تحدثنا عن الزيارة التي تجري الآن في العراق في بغداد فقد حددت كما تحدثت الحكومة الإيرانية وأشارت إلى أنها ستكون لساعات قليلة فقط في العراق وستكون لقاءات بشخصيات تنفيذية فقط يعني في ما يخص الحكومة التنفيذية فقط وأنها لن تلتقي بجهات سياسية هذا ما أكلت عليه أيضا يعني ضيق الوقت والتحديد الزيارة بساعات قليلة قد يبعد الترجيحات التي تشير إلى لقاء وزير الخارجي الإيراني بشخصيات سياسية أو عددا من شخصيات مقاومة عراقية أو فصائل مسلحة عراقية بالتالي الترجيحات تشير إلى استبعاد هذه اللقاءات والرسالة التي اليوم من إيران هي واضحة للجميع ورسالة مكشوفة للجميع بضرورة يعني الفصائل ربما ستتجه بذات الاتجالة تتجه إيران في هذا التوقيت سيما أن الجميع يعلم بأن هذه الفصائل وهجماتها هي مساندة للهجمات الإيرانية في مضامن الوقت شكرا جزيلا لك مرسلنا من بغداد محمد فراس سوف نبقى بعك في قدم الساعات لتطانع في آخر التطورات حول هذه الزيارة وأيضا تفاصيلها